السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 11 سبتمبر عام 2001 العالم كله يصحى على المشهد ده طيارة بتدخل في برج التجارة العالمي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية وما تمرش كم دقيقة وتروح طيارة تانية وتضرب البرج التاني وتقول الولايات المتحدة الامريكية ان في طيارة تالتة ضربت مبنى وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون وطيارة رابعة كانت راحة تضرب مبنى الكونجرس الامريكي لكنها سقطت في مدينة بنسلفينيا وخرج جورجو بوش رئيس الولايات المتحدة الامريكية واتهم تنظيم القعدة بقيادة اسامة ابن نادن بانه هو اللي وراء الهجمات دي الهجمات اللي بيت معروفة باسم هجمات 11 سبتمبر فتعالوا النهاردة بإذن الله نعرف قصة هجمات 11 سبتمبر من البداية للنهاية ونعرف من هو تنظيم القعدة والهو اللي مسؤول عن احداث 11 سبتمبر والذي هجمات مفبركة عمليتها الولايات المتحدة الامريكية علشان تكون حجة تقدر بعد كده تحتل بيها الدول زي افغانستان والعراق وتسيطر على سلوتها بحجة انهم بيهددوا امن الولايات المتحدة الامريكية وبيدعموا الارهابيين ولا الموضوع لقصة تانية وإيه هو مشروع القرن الامريكي الجديد وإيه علاقته بهجمات 11 سبتمبر وإيه علاقة المسادي الاسرائيلي بالهجمات وإزاي تم التخطيط لهجمات 11 سبتمبر وتفاصيل تانية كثير بس بسرعة كده اشترك في القناة وفعل زر الجرس وأحلى كوباية شاي وركز معايا علشان تبقى عارف الحكاية بكل تفاصيلها يبقى تعالى نركب قلت الزمن ونروح على القرن التسعتاشر في القرن التسعتاشر يا صديقي كانت الولايات المتحدة الأمريكية ظهرت ققوة جديدة في العالم وقررت إنها تتوسع أكتر وتسيطر على كوبا اللي كانت محتلاها الامبراطورية الأسبانية فكان لازم علشان تسيطر على كوبا إنها تدخل في حرب مع الامبراطورية الأسبانية وعلشان الولايات المتحدة الأمريكية تلاقي سبب تألم به الحرب على الامبراطورية الأسبانية راح تفجرت السفينة بتاعتها السفينة الأمريكية الحربية مين على شواطئ كوبا وانتهمت الأزبان بأنهم هما يفجروا السفينة ورحت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت الحرب على الامبراطورية الأزبانية عام 1898 وانتصرت الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب وسيطرت على كوبا وبيت الولايات المتحدة من أقوى الدول الاستعمارية في العالم وعايزك تفتكر قصة السفينة كويس المهم يا صديقي تنمور السنين كتير وتدخل الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية التانية اللي انتهت عام 1945 واللي بنهايتها بيالعالم بتحكمه دولتين الولايات المتحدة الأمريكية الرأسمالية والاتحاد سوفيتي الشيوعي وبيت كل دولة من الدولتين دول عايزة تحكم العالم لوحدها فبدأت ما بينهم الحرب البردة وعلى ناحية التالية من الخريطة في أفغانستان عام 1978 بدأت الثورة بقيادة الأحزاب الإسلامية ضد النظام الشيوعي الحاكم في أفغانستان التابع للاتحاد السوفيتي فيقرأ الاتحاد سوفيتي انه يدخل أفغانستان ويسيطر عليها علشان يدعم النظام الشيوعي التابع ليه وددخله في حرب مع الأحزاب الإسلامية وشافت الولايات المتحدة الأمريكية ان الحرب دي فرصة من دهب لها لانها من خلال الحرب دي تقدر تضعف الاتحاد سوفيتي وتدمروا وقررت انها تدعم الأحزاب الإسلامية والمعارضين الأفغاني المسلمين ضد الاتحاد سوفيتي والحكومة الشعوعية الأفغانية وراحت الولايات المتحدة الأمريكية للحكومات العربية وطلبت منهم أنهم يسمحوا للشباب العربي أنه يسافر لأفغانستان علشان يدعم إخوانه الأفغان المسلمين ضد السوفيت المحتلين الملحدين يعين على الطاقة والإيمان شايف الطيبة؟ وفعلا بدأت الحكومات العربية تشجع الشباب العربي المسلم علشان يسافر لأفغانستان يحارب السوفيت فوصل عدد المسلمين اللي سافروا لأفغانستان حوالي 35 ألف شاب مسلم من كل أنحاء العالم ورحت الولايات المتحدة الأمريكية بعتت المقاتلين العرب والأفغان مئات الملايين من الدولارات وكمان بعتت لهم أحدث الأسلحة زي صواريخ استينجر في العملية التي تسمت بعملية سايكلون مش بس كده ده كمان الولايات المتحدة خلت جهاز المخابرات الأمريكي السي اي اي بيشتغل مع المقاتلين العرب والأفغان وبيمدهم بأهم المعلومات عن السوفيت وبيم المقاتلين الأفغان والشباب العربي والمسلمين اللي راحوا إلى أفغانستان معروفين باسم المجاهدين ووصل الدعم الأمريكي لدرجة أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ريجل اجتمع ببعض المجاهدين الأفغان في البيت الأبيض وكان المجاهدين بين قسين المقاتلين العرب والأفغان والمسلمين زي الأجباح فخسروا الاتحاد سوفيتي خسائر رهيبة لدرجة أن أفغانستان بقيت مقبرة للسوفيت وكان من الشباب العربي اللي سافر لأفغانستان شاب سعودي اسمه أسامة ابن لادن وشاب فلسطيني اسمه عبدالله عزام وضابط مصر سابق لقت باسم أبو عبيدة البنشيري ومنبوح سالم وائل حمزة وسيد إمام وسعيد المصري وأيمن الظواهري ودول اللي هيأسسوا تنظيم القعدة فبعد ما بدأت تظهر الخلافات ما بين المقاتلين الأفغان والمقاتلين العرب قرر أبو عبيدة البنشيري أن يؤسس معسكر خاص بالمقاتلين العرب عام 1988 وسموها القعدة اللي منها هيبدأوا يشنوا عملياتهم على السوفيت ومن هنا جه اسم تنظيم القعدة وبه وسامة بن لادن هو زعيم التنظيم المهم بعد علقة الموت اللي خد الاتحاد سوفيتي من المقاتلين الأفغان والعرب والمسلمين بشكل عام بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية قرر أنه ينسحب من أفغانستان عام 1989 بعد ما خسر خسائر رهيبة فكانت حرب أفغانستان سبب من أسباب سقوط الاتحاد السوفيتي واختفاءه من على الخريطة بشكل كامل عام 1991 وفي نفس الفترة دي وبالتحديد يوم 2 أغسطس عام 1990 يروح رئيس العراق صدام حسين يحتل الكويت ويقول إنها هي المحافظة العراقية رقم 19 فشاف الدول الخليج وعلى رأساء السعودية إن ده بيمثل تهديد لأمنها خاصة بعد ما بيئ صدام حسين اللي كان بيمتلك رابع أقوى جيش في العالم وقتها واقف بقواته على حدودها فتعاملت قمة عربية وكان القرار بالموافقة على دخول قوات أجنبية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية علشان تخرج صدام حسين من الكويت وفعلا بعد تشكيل تحالف دولي مكون من 32 دولة قدرت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تخرج صدام حسين من الكويت وفرضت حصار على العراق الحصار ده تسبب في تدمير الجيش العراقي والاقتصاد العراقي وراحت الولايات المتحدة الأمريكية أسست قواعد عسكرية لها في الكويت وقطر والسعودية والإمارات وكل دول الخليج بحجة إنها بتحميهم ومن هنا يا صديقي بدأت العداوة ما بين تنظيم القعدة بقيادة أسامة بن لادن والولايات المتحدة الأمريكية وقال أسامة بن لادن أن العداوة دي سببها أنه رافض لوجود القوات الأمريكية في الجزيرة العربية وخاصة السعودية وكمان بسبب الحصار اللي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على العراق ودعم الولايات المتحدة الأمريكية للاحتلال إسرائيلي في فلسطين المهم يا صديقي بيئة تنظيم القعدة من أشد عداء الولايات المتحدة الأمريكية وبيئة الولايات المتحدة الأمريكية بتعتبر تنظيم القعدة هو عدوها الأول وبعد ما كانت بيسميه المجاهدين بيت بيسميه مرهابيين خاصة بعد ما راح أسامة بن لادن أعلن عن تأسيس الجبهة الإسلامية لجهاد اليهود والصليبيين الجبهة لأصدرت فتوى بقتل الأمريكان إلى عسكريين والمدنيين وعايزك تركز في النقطة اللي جاية مصادر كتير اتكلمت وقالت إن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تفكر في إنها الزاية تستفاد من المقاتلين اللي تحولوا الأعداء لها اللي هم تنظيم القعدة وكانت الخطة إنهم يستفادوا من العدوة دي عن طريق إنهم يسمحوا للمقاتلين دول بإنهم ينفذوا عمليات تفجيرية ضد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية سواء داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها ومن خلال العمليات دي والضحايا لحسقطه تقدر الإدارة الأمريكية إنها تقنع الشعب الأمريكي إن الولايات المتحدة الأمريكية بتتعرض لخطر كبير وإن لازم يتم زيادة ميزانية الجيش الأمريكي وكمان من خلال العمليات دي يقدروا يسيطروا على اي دولة بحجة انها بتمثل تهديد لامن الولايات المتحدة الامريكية وابتدعم الارهابيين وبعد ما يسيطروا عليها يسيطروا على مواردها زي ما هيعملوا بعد شوية في افغانستان والعراق في الفترة دي يا صديقي تظهر منظمة القرض الامريكي الجديد اللي راح اعضاءها جيب بوش اخو جورجو بوش ورامسفيلد وديكي تشيني مستشار بوش اعضوا تقرير قالوا فيه ان الولايات المتحدة الامريكية لازم تتعرض لهجمات لكن هجمات تكون كبيرة جدا زي كارسة هجوم اليابان عليها في بيرل هاربل عام 1941 خلال الحرب العالمية التانية واللي بسببها راحت الولايات المتحدة الامريكية بعد كده ضربت اليابان بالقنابل النووية ومحدش قالها انت بتعملي ايه والكلام ده نفس الكلام اللي قاله مستشار الامن الامريكي بيرجي نيكسي والسيناريو مشي زي ما كانت عايزة الولايات المتحدة الامريكية بالضبط ففي مدينة نيويورك عام 1993 يروح واحد اسمه رمزي ابن الشابة وخالد شيخ محمد والتنير بينتموا لتنظيم القعدة يفجروا سيارة مفخخة عند برج التجارة العالمي وتقتل في التفجير ده ستة امريكان وتصاب الف واثنين واربعين واحد وفي تنزانيا وكنيا عام 1998 يتم تفجير السفارة الامريكية هناك في ذكرى دخول القوات الامريكية للسعودية واتهمت الولايات المتحدة الامريكية بتنظيم القعدة بقيادة عسامة ابن لادن هو اللي ورد تفجيرات دي ويروح خالد شيخ محمد يقنع عسامة ابن لادن بانهم ينفذوا عملية كبيرة داخل الولايات المتحدة الامريكية علشان يكبروا الولايات المتحدة الامريكية انها تغير سياستها في العالم الاسلامي والمنطقة العربية وده اللي كانت عايزها منظمة القرن الامريكي الجديد وراح خالد شيخ محمد هو ورمزي ابن الشيبة بدأوا يخططوا للعملية ويدر رمزي ابن الشيبة انه يجند تلت شباب عرب في المانيا وبالتحديد في مدينة هامبورغ وهم محمد عطا ومروان الشيحي وزياد جراح ودول اللي اتعرفوا بعد كده باسم خالد هامبورغ وكانت الخطة في البداية ان يتم تفجير مفاعلات نووية داخل الولايات المتحدة الامريكية لكن تم تغيير الخطة لانهم خافوا ان التفجيرات دي تخرج عن السيطرة وتتسبب في تدمير العالم وبيض الخطة ان يتم ضرب بورجين التجارة في مدينة نيويورك وضرب مبنى وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون وضرب مبنى الكونجرس الامريكي وتسمت العملية دي بغزوة منهاته وتسمتها القاعدة بغزوة واشنطن ونيويورك ويدر تنظيم القاعدة ان يجند 16 شاب تانيين فبيع عدد الشباب اللي جاهزين للعملية 19 شاب منهم 15 شاب سعودي واثنين من الامارات واحد من مصر واحد من لبنان ودول كانوا بقيادة المصري محمد عطا وتم تقسيم 19 لأربع مجموعات وكل مجموعة لها قائد وبدأ يتم تدريب القادة على قيادة الطيرات فدخل الولايات المتحدة الامريكية عام 2000 محمد عطا المكنة بأبو عبد الرحمن ومروان الشحي المكنة بأبو القعقاع والاثنين دخلوا مدرسة هاثمن للطيران ودخل زياد جراح المكنة بأبو طارق لمدرسة فوريدا للطيران أما الرابع هاني حنجور المكنة بعروة طائفي فده كان أصلا طيار وبدأ يتم تحويل فلوس ليوم كمصاريف على بنك سانتوريست الامريكي عن طريق بعض البنوك الامريكية فتحول لهم مبلغ 110 ألف دولار واللي حولهم لهم هو السعودي مصطفى الهوساوي وتمر الأيام ويجي يوم 21 ديسمبر عام 2000 وحصل محمد عطا ومروان الشحي وزياد جراح على رخصة قيادة الطائرات وتم بعدها تحديد ساعة الصفر ويروح محمد عطا يتصل برمز ابن الشيبة يوم 29 أغسطس عام 2001 ويقول له عايزك تحل اللغز ده عصيتين وشرطة وكعكة نازل منها عصاية وكان بيقصد باللغز ده يوم 11 تسعة اللي هو 11 سبتمبر عام 2001 اليوم اللي حيكون فيه الهجمات وسجل 19 شاب الوصاية بتاعتهم معادة شاب واحد شاف ان تسجيل الوصية يعتبر رياء والسؤال هنا هل كل ده كان بيحصل والولايات المتحدة 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 ما كانتش حاسة بحاجة ونيمة والإجابة طبعا لا فعندك مثلا مكتب التحققات الفيدرالي الـ FBI بعد تحزين لإدارة الرئيس بوش وقال له من فيه احتمال ان يحصل تفجيرات داخل الولايات المتحدة الأمريكية وكمان جهاز المخابرات الأمريكي CIA بعد تقرير لبوش رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وقال له ان إسامة بن لادن مصر على توجيه ضربة للولايات المتحدة الأمريكية وكمان عميل المخابرات الأمريكية كنث وليمس بعد تقرير لبوش وقال له انه الان من زيادة عدد الطلاب العرب اللي بيدرسوا الطيران وكمان تم ويلشر اللي هو موظف في قسم مكافحة الانهاب بعد تقرير قال فيه ان فيه اتنين من تنظيم القعدة وهم المحضار وحازمي دخلوا للولايات المتحدة الامريكية والمحضار ده كان محطوط على قوائم الانتظار ودخل للولايات المتحدة الامريكية من غير محد يفتشه في المطار وخد عندك كمان العميلة الامريكية كولين رولي بعد الطلب طلبت فيه ان يتم تفتيش الكمبيوتر الشخصي بتاع زكريا الموسوي وده واحد من اعضاء تنظيم القعدة تم القبض عليه قبل 11 سبتمبر وهي بعد الطلب ده تبقى لنصيحة نصحتها لها المخابرات الفرنسية لكن الجهات المختصة رفضت ان يتم تفتيش الكمبيوتر الشخصي بتاع زكريا الموسوي كل دي تحذيرات وتنبيهات راحت للإدارة الامريكية لكن بوش ما خدش اي اجراءات زي انه يرفع حالة الاستعداد في المطارات او في وحدات التدخل السريع وغيرها يعني الولايات المتحدة الامريكية كانت عارفة ان فيها هجمات هتحصل وكمان المسادر اسرائيلي كان عارف ان فيها هجمات هتحصل وده اللي قاله ضابط المخابرات الامريكي فينسينت المهم يا صديقي يجي يوم الثلاث الموافق 11 سبتمبر عام 2001 ويروح محمد عطا ومروان الشحي لمطار لوجان في مدينة بوستن وركب محمد عطا والفريق بتاعه طائرة بوينج 767 في الرحلة رقم 11 التابعة للخطوط الجوية الامريكية وركب مروان الشحي والفريق بتاعه طائرة بوينج 767 في الرحلة رقم 175 التابعة لشركة الخطوط الجوية المتحدة وراح هاني حنجور والفريق بتاعه لمطار دوليس في واشنطن وركب طائرة بوينج 757 في الرحلة رقم 77 التابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية وكانت الطائرات الثلاثة المفروض أنهم رايحين لمدينة لوس أنجلوس ويروح قادم مجموعة الرابعة زياد جراح يركب هو فريقه طائرة بوينج 757 في الرحلة رقم 93 اللي تابعة لشركة الخطوط الجوية المتحدة وكانت الطائرة دي رايحة لمدينة سان فرانسيسكو وتم اختيار طائرات من طراز بوينج لأن حجمها بيكون كبير ولو نجحت الهجمات فهتسبب أضرار كبيرة جدا المهم عدرة الأربع مجموعات أنهم يسيطروا على الأربع طائرات وبرغم أن مركز بوستن المراقبة وصلت له إشارة باختطاف الطائرة الخاصة بالرحلة رقم 11 اللي هي أول طائرة تحركت من الأربع طائرات لكنه ما بعدش طلب نجدة لقطاع الدفاع الجوي ميت في نيورك غير بعدها ب13 دقيقة وعندنا مصادر بتقول أن في الوقت ده كان فيه فريق تابع لجهاز المتادن إسرائيلي مجهز بأحدث معدات التصوير موجود عند البرجين والساعة 48 دقيقة يروح محمد عطى يدخل بالطائرة بتاعته في برج التجارة الشمالي ما بين الطابق رقم 93 و94 والساعة 39 دقيقة يدخل مروان الشحي بالطائرة بتاعته في برج التجارة الجنوبي والساعة 39 دقيقة يدخل زياد جراح بالطائرة بتاعته في مبنى البنتجون اللي هو وزارة الدفاع الأمريكية والساعة 10 و13 دقيقة تتحطم الطائرة الرابعة بتاعت زياد جراح في بنسلفينيا بعد ما حاول تاقم الطائرة والركاب أنهم يستعيدوا الطائرة من زياد جراح والفريق بتاعه وكانت النتيجة سقوط الطائرة في بنسلفينيا ودي اللي كانت المفروض أنها هتضرب مبنى الكونجرس الأمريكي وكانت نتيجة الأجمات دي انهار برج التجارة الجنوبي الساعة 59 دقيقة وبرج التجارة الشمالي الساعة 10 و28 دقيقة وانهارت خمس طوابق من مبنى البنتجون اللي هو وزارة الدفاع الأمريكية الساعة 10 و50 دقيقة والساعة 35 دقيقة مساءً انهار برج التجارة رقم 7 وقالت الرواية الرسمية أنه سقط بسبب سقوط الحطام بتاع البرج الشمالي والجنوبي عليه لكن عندنا الرواية بتقول أنه تم إسقاطه بالمتفجرات عن طريق تقنية الهجم المحكم وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي لأسقطته علشان تزود حجم الكرسى زي ما كانت عايزة منظمة القرن الأمريكي الجديد ومات في الأجمات دي 1977 واحد بالإضافة للتساعتاشر شاب اللي نفذوا العمليات واتصاب 25 ألف واحد وفي الوقت ده كان بوش رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة فلوريدا بيزور مدرسة ابتدائية وتم إخباره بالهجمات فخرج وقال أن الولايات المتحدة الأمريكية بتتعرض لهجوم إرهابي وأعلن الحرب على الإرهاب وعلى كل اللي بيشكل خطر على أمن الولايات المتحدة الأمريكية واتعم تنظيم القاعدة بخيادة أسامة بن لادن بأنه هو اللي وراء الهجمات دي وبرغم أن أسامة بن لادن في البداية خرج في شريط وقال أنه ملوش أي علاقة بالهجمات دي لكن بعدها خرج شريط تاني موجود فيه أسامة بن لادن وهو بيتكلم عن إزاي تم التخطيط للعملية ورح بوش طلب من الملة عمر زعيم حركة طالبان اللي بتحكم أفغانستان أنه يسلم له أسامة بن لادن اللي موجود عنده وقال بوش لكلارك اللي هو مسؤول عن الأمن ومواجهة الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية ابحث لي عن أي علاقة تربط صدام حسين بالتفجرات قال له يا سيادة الرئيس المسؤول عن التفجرات هو تنظيم القاعدة قال له عارف عارف ابحث بس ابحث وطبعا بوش كان عايز يضرب عصفورين بحجر أفغانستان اللي هي غنية باللاسيوم والنحاس والحديد وغيره والعراق اللي هي الرابع على مستوى العالم في إنتاج البترول المهم يا صديقي المولة عمر رفض أن يسلم أسامة بن لادن للولايات المتحدة الأمريكية وأنا هاته دليل وأنا أسلمه لكم فراح جورجو بوش أعلن الحرب على أفغانستان بعد ما بيئت ميزانية الجيش الأمريكي ربعمائة مليار دولار يعني أدي ميزانية أقوى خمسة وعشرين جيش في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والشعب الأمريكي وافق بنسبة كبيرة لأنه اعتبرها معركة علشان يرد كلامته ويحافظ على أمنه وبكده تكون الإدارة الأمريكية ومنظمة القرن الأمريكي الجديد نجحوا في مهمتهم لأن يولا للهجمات دي ما كانواش هيقدروا يرفعوا ميزانية الجيش بشكل ده ولا كانوا هيقدروا يعنيلون الحرب على أفغانستان ويحتلوها عام 2001 وبعدها يعنيلون الحرب على العراق ورئيسها صدام حسين بعد ما اتهموا صدام حسين بأنه بيمثل تهديد لأمن الولايات المتحدة الأمريكية وأنه بيدعم الجهديين وتنظيم القعدة وأنه بيمتلك أسلحة ضمار شامل وطبعا التاريخ أثبت أن كل الاتهمات دي اتهمات بطلة المهم يا صديقي قدر بوش أنه يحتل العراق عام 2003 وسيطر على سرواتها زي ما سيطر على سروات أفغانستان وعد مصدام حسين عام 2006 وفي نفس السنة دي عام 2006 تعلم منظمة القرن الأمريكي الجديد أن مهمتها انتهت بعد ما بيئت الولايات المتحدة الأمريكية العالم كله بيعمل لها ألف حساب وبيت كل الدول خايفة أن الولايات المتحدة الأمريكية تغضب عليها أو تتهمها بالإرهاب أو أنها بتمثل تهديد لأمنها واستمرت الولايات المتحدة الأمريكية هي أقوى دولة في العالم شاركونا برأيكم في التعليقات وقالونا هي رأيكم في هجمات 11 سبتمبر وكمان قلونا عايدين الحلقة اللي جاية تكون عن إيه وبإذن الله هنزل التعليقات دي في نهاية الفيديو اللي جاية ولو شايفيني ان الفيديو ده أضف لكم معلومة جديدة اعملوا عجاب للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان وصالوكم شعار بكل فيديو جديد ينزل على القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة